اهلا بكم معنا مرة تانية وفقرتنا الرياضية وحدثنا حول كرة القدم المصرية ويمكن المباريات متلاحقة في كافة البطولات واستعدادا للقاء المصيري مع السنغال خلال الايام القادمة بعد حوالي اسبوعين من الان او اقل من اسبوعين ولكن هناك البطولة الافريقية الاندير ابطال وبطولة كونفدرالية وبطولة الدور العام المصري كل هذه البطولات معا بنتابع من خلالها مستويات متبينة للاندير المصرية صعودا وهبوطا يمكن الواحد يعني كان مشاهد او متابع لاداء ومستويات لعبين ابتدى يقلق شوية خاصة على مستوى محمد صلاح اللي فيه اصابة لسه مش عارفين مدى قوتها في اخر مباراة ليه امام ليفر بول يمكن قلقنا شوية قبل مباراة مصر والسنغال او مباراتي مصر والسنغال ولكن دعونا نرجع الى مباراتنا واداء فرقنا اللي بتمثل يعني عصب المنتخب المصري الزمالك والاهلي في البطولة الافريقية دعونا في البداية نرحب معكم في هذا اللقاء بضيفنا كابتن ماهر حمزة رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي مستقبل وطن بالممتاز به اهلا بك معنا فرح اهلا بحضر بك كابتن ماهر عايزة ابتدي بالزمالك لانه هو الاكثر سخونة وزخمة هذه الايام بسبب القرارات اللي تم اتخاذها بعض المباراة الوداد البيضاوي الزمالك خرج من البطولة الافريقية الاندال ابطال بشكل رسمي بعد هزمته للمرة التانية على التوالي امام الوداد البيضاوي اه يعني من وجهة نظرك هل السبب فني هل السبب اداري تغيير مدرب والاتيام بمدرب جديد خزلان من اللاعبين ايه شكل لحضرتك الموضوع ايه رأيك في هذه المباراة واللي ادى لهذه النتيجة انا بالنسبة لي زمالك في ماتش الوداد الاولاني هو اللي كان في المغرب الماتش ده طبعا كان مفاجأة جامدة جدا انه كان الزمالك متقدم 1-0 وبعدين اتقلبت المباراة وخسر 3-1 هنا في المباراة اللي هنا هو الناس بتلوم اللاعبة طبعا اللاعبة عليها دور كبير وكارتيرون المدارب اللي كان مشي قبل المباراة دي مباراة العودة برضو عليه دور كبير لانه كان بيشتغل في فترة الاخيرة بلا مبالاة بس انا عايز اوضح حاجة غيارة برضو الناس ما خدتش بالها منها ان في اول 5 دقايق يوسف اوباما حطت كرة بدماغه جول 100% لولا الحارس صدها كانت هتقلب المباراة تماما يعني عايز اقول ان ما كانش اللاعبة متخزلة بالدرجة اللي الناس مصورها هو طبعا برضو فوجئنا ان في اخر ربع ساعة في المباراة كان المفروض يبقى فيه حماس اكتر من كده منساش النادي الوداد في فترة زاهية بالنسبة له فترة قوية جدا وهو من المرشحين للبطولة بينفسه على البطولة جامد وكان وخدها طبعا 2016 و17 ولعب النهائي قدام الترجي يعني فريق قوي برضو بالنسبة لتغيير المدرب طبعا انا ضد تغيير المدرب اللي هو اللي كل شوية اندية بتغير المدرب بسرعة لكن اعتقد ان فريرة طالما نادي الزمال الجاب فريرة هيبقى قدامه الفترة اللي جاية هيقدر يعمل تطور وتحسن في الفريق يعني هو مش مسؤول عن الجانب الفني اللي مرتبط بهذه المباراة طبعا وبعد قال ان هو غير تغييرات مكانش يعني خروج زيزو ده عامل علامة سفهم كبيرة قوي في هذه المباراة طبعا خروج زيزو كان وجهة نظر نحن المخاطئ وهو احنا يمكن نعرف فرقة الزمالك الحالية يمكن اكتر منه لان احنا عادين متابعين السنين الاخيرة بس هو معامس عادين المفروض يعني بقوله ده صحة وغلط يعني يدوقلوا رأيهم يعني بالزبط بس بس هو فريرة من نوع اللي ما بياخدش قوي برأي المساعدين لكن كلام حضرتك انه كان لازم في المباراة دي في البدايات انا بكلف البدايات لما تعرف اللعيبة ده انت مش عارف اساميهم حقا مظبوط مظبوط ما عرفش منهم الاربعة خمسة هو اغلبتهم يعني طاري الحامل ما كانش بيلعب مسا على سبيل المسال وكده فهو برضو هو عنيد وعاوز يبدأ بشخصية هو كل اللي بيجي من البرتغال عنيد ولا هو البرتغال مشهورين بالعند اه يعني كيروش عنيد فريرة عنيد طب انا هقول لحضرتك هو المدرب لو ما كانش عنيد اه يمال لي بقى شخصيته وعمل ازاي هو عنيد زيادة عن لزوب اه زيادة عن لزوب انا بتكلم على ان انت في البدايات لازم تسمع مظبوط لان البدايات دي هي اللي هتديك بعد جهة انك تمسك بأدوات الفريق وتريد تعرف ده ايه وده ايه وده ايه وبعدين بعيدا عن الأدوات انت مش شايف الأداء جهو الملعب ان كان أخطر لعب هو زيزو مظبوط وبعدين هو سوق حظ بالنسباله ان مفيش مدرب بيه يمسك فرقة على مباراة مصيرية لو ما كسبش ده اولا لو تعادل على فكرة كان زيادة كان ياخر برضو على فكرة لا يتعلم كان ممكن يديها بسيس لا كان هيبقى ثلاث نقطة ما خلاص بهم من الان كان ممكن هيبقى امل على الوداد نفسه على الوداد نفسه ممكن كان في المباراة جاية كان انتهى الموضوع ايوة يعني هو زيار حاسبها وقت نظر ان فريرة حاسبها ان الموضوع صعب جدا في افريقيا فيبدأ تجربه من بدأ تجربه دي على امل ان هو بقى ينفس على الدوري لسا الامل طبعا بالنسبة للزمالك في الدوري موجود عادي جدا اه طبعا يعني هو التالت دلوقتي اه والعملية فيها تنافس قوي جدا هيبقى بينهم موضوع التنافس الزمالك على مستوى الدوري في ظل القرارات انا بقول عليها سورية بقى ايجابية سلبية اللي طلع بها رئيس النادي وبتكلم على عدم التجديد لأعمدة الفريق وده يمشي وده احنا هنجيب من هنا وهنطلع عن ساعة فريق 23 ساعة ايه رأيك في هذه القرارات وهل هيتنفذها فعلا ولا هي رد فعلي للمشكلة اللي حصلة لا انا ما اعتقدش انها هتتنفذ انما هي مجرد تهديد عشان اللعيبة تفوق اللي هي اللي هم شايفين هم بيدلعوا وبعدين هو على بداية الموسم الجاي كلنا متوقعين انه هيبقى فعلا هيبقى يجي تاني 18 لعيب جديد او زي ما حصل قبل كده زي ما تعودنا مع وعلى فكرة زمالك خدت دوري مصبوط وخدت دوري 2015 وكان جايب 18 لعيب بديد وكانت حاجة غريبة ومشوفناش ان ان اللاقي لعيبة طأم لعيبة جوم مرة واحدة ومدرب برضو جديد ساعتها اوه كان فررع وخدت دوري فيمكن بيفكر يعيد نفس التجربة اه بين شارئي بقى والاسماء دي هتجدد لا انا لا اعتقد ان من شارئي هيجدد رغم ان انا بشوف انه من اللعيبة الممتازين جدا جدا من اياما كان في الوداد كمان وفي السعودية وفي الزمالك وفي الزمالك كان هايل هايل السنين اللي فاتت بس هو كيرف ونزل مع كارتيرون تحس ان هم الاتنين هو الحقيقة لما تدى دا يدرب بلا مبالاة بدات دا يلعب بلا مبالاة هو بالزبط كده هو نقل للعيبة كارتيرون اسلوبه هو طبعا عمل نتائج كويس قبل كده ما عنديه كتير منهم الزمالك نفسه لكن هو الفترة الاخيرة نقل الاحساس اللا مبالاة دا للعيبة اه الزمالك اتأثر لما ساسي ماشي لا خالص خالص من وجهة نظر انا ساسي لعيب كبير جدا وجميل لعبه حلو في نص الملعب لكن الزمالك لم يتأثر نهائي دا حتى مصطفى محمد اللي هو برضو احسن فرد في مصر حاليا فرد المنتخد كنت متوقع ان الزمالك هيتأثر بغيابه ما تأثرش وخد الدوري سنة الفات دا وخد الدوري بعد ما مشي يوم الاتنين بعد ما مشي مصطفى محمد وبعدين فرجاني انا شايف ان اتعوض يعني لو طرق حامد لسه موجود امام عشور جنبه بيقدر ان هو يعوض هيجدد طرق حامد طرق حامد يعني ممكن مشكلة لانه العرض اللي جايله من السعودية كبير عندك ابو جبل جايله عرض كبير وعندك طرق حامد كتير جايله معروض والفكرة هو في الاهل وفي كل بس الزمالك عنده حرص المرمى هو يقدر لو ابو جبل مش يقدر يستعيد محمد صبح محمد صبح يحرص ممتاز وعنده عواد كمان وعواد هايل جدا عواد هايل وبعدين هو بيفكر برضو ان هو يرجع جنش برضو هو رغم كبر سنه مازال كويس مازال جنش فعلا من الحرص الكويسين جدا بس هو حتة السن شوية ممكن تخلي يعني محمد صبح هيبقى هو اللي في الصورة الفترة الجاية لو ابو جبل مش وابو جبل طبعا لسه في حالته طيب كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله يعني هارد لك بالنسبة للمطول الافريقية ويعني يعمل عليها بقى السنة الجاية ويعمل عملية اعداد للفريق بقى هيستجلب بس هل برضو موضوع التجديد ده عقوبات انتهت خلاص ولا هي الموسم ده ولا ممكن نسمع ان يمنع الموسم الجاي برضو لا لا بالنسبة للزمالك لازم يحلها المشكلة لسه معلقة لسه معلقة بس هتتحل 100% مش ممكن هيبقى سنة الجاية سيفلوس ومستحقات وقصص كده بالتوفيق ان شاء الله هنروح للادي الاهلي الاهلي برضو يعني بالنسبة للمشكلة ان هو برضو قدام سان داونز عانى من نفس المشكلة عانى منها الزمالك امام الرجاء الاهلي والزمالك يعني زي كده بلغة الكرة تاخدوا رايح جاي الاهلي امام سان داونز هنا اتغلب واحد صفر وهناك اداء سيء جدا جدا في جنوب افريقيا واتغلب واحد صفر ولكن فرصة الاهلي في التأهل كبيرة مش قليلة ولكن اداء الاهلي علامة استفهام ايه رايك فيه خاصة انه جيه بعد مباراة كبيرة اوي هنتكلم عنها برضو امام بيراميدز وفوزه 3-0 طبعا النادي الاهلي الناس بتنسى يعني انا شفت واحد بيقول تم سان داونز مجهدين هم كمان تم كل الناس فيها لا الاهلي والزمالك برضو اجهد شوية بس الاهلي اكتر ليه الاهلي كاس العرب لعبته منتخب وبعدين كاس افريقيا وزمالك زيه ده من نسبة لفريتين المصريتين وبعدين الاهلي يلاقي بكاس العالم الاندية ليه الناس مشواردة بالها بعدين غايب عنه اتنين كانوا من اعمالة الفري الموسم اللي فات بدر بنون واكرم توفيق اه قال اهلي عنده السكوات بتاعه ويقدر يعوض وكل الكلام ده بس برضو الاتنين في خط الضهر عاملين فرق في نفس الوقت انه كان لعب ماتش بيراميدز هو لعب المريخ يوم السبت وكان ماتش صعب اتصعب عليه وكان كاسبات 2-0 وبعدين اتصعب الماتش 2-2 وبهدف عمر السلية كسب يجي يلعب يوم الثلاث عالي جدا عالي جدا مع بيراميدز بس مجهيد جدا ان بيراميدز قبل كده ومع المقصة وحضر بطولات افريقية كمان لعبة بيراميدز على مستوى عالي وكلهم خبرات ده هما يمكن عيبهم ان هما سنهم كبير شوية بنقول ان عيب الفرقا فيها ان خبرات تقيلة اه اه لكن هيقدروا يمشوا وبعدين الحمد لله هما كده وصلوا خلاص اه بالعشر نقط حاليا نمنى طبعا السلامة لرمضان الصبح اه ان شاء الله طبعا ربنا يشفي وبنتمنى السلامة لمحمد صلاح طبعا زي ما حدك قلت برضو في الجزء الاخر اه انما هو بيراميدز انا متوقع انه ولعب النهائي السنة اللي قبل اللي فاتت وهو انا متوقع انه هو المرة دي حينفس بقوة نتيجة العناصر كلها متكاملة عنده بالنسبة للمصري انجاز كبير انه هو دلوقتي دخل المصري بقى غريب شوية يعني في الدورة غلب من طلاع الجيش 1-0 قلنا قدنا على قلبنا قلنا جاي المطشي الافريقي امام قطوه الكنغولي وهتبقى المشكلة راح غالب قطوه الكنغولي 1-0 وعمل مباراة جيدة التباين هو هي لايبها بتحط في دماغها ان افريقي احنا هنلعب كويس ده صحيح دوري احنا بنهده شوية ولا ايه ده صحيح اجدد في الفرقة فاصبح ان هو تركيزه نمري واحد على بطول افريقية وعلى فكرة بيرامز نفس الكلام رغم ان بيرامز ماشي في الدوري ممكن ياخد الدوري هو والاهل وزمالك بس هو طالع من مباراة يعني مغلوب فيها زي ما تعتبر سقيلة قدر ايهاب جلال ان هو يعمل الجانب النفسي في التلات ايام او اربع ايام وعمل مباراة هيلة في تونس اه جميلة جدا مع فاقسي وعارف ان هو المرشح الاول تقريبا يعني من نظام المرشحين الكبار للكونفدرالية وماشي في الدوري كويس برضو بس لازم حاجة هتغلب على حاجة برضو هما هيجي في وقت لو لقوا نفسهم بالنسبة للدوري بيقلوا شوية حاجة كيسروا فيها بس وهيخسروا نقطة في الدوري بسبب كده يعني شايف ان يعني البيرامز ممكن يتضر من هو عينه على الدوري مع بينافس على الدوري وعلى الكونفدرالي ممكن دي تعمل له مشكلة طبعا هيبه صعب في نفس في الاتنين لكن عشان قلنا ان عنده لعيب عندها خبرات كويسة وعنده برضو الاسكوات بتاعه التشكيل بتاعه يسمح مبارح عمل روتيشن هو جلال رايح رايح ناس ونزل ناس دي فرعت معها كويس وهو نفسه بقى عنده خبرة زي ما قلنا بالنسبة للبطولات الأفريقية فهو بس أنا بتوقع انه هو حيكمل في بطولة الأفريقية أفضل من المصر بكتير احنا بنتمنى ان شاء الله برضو اللي بنبارك طبعا لبيرامدز وصوله لتخطي دور المجموعات وصوله الأدوار الإقصائية بعد كده وبنتمنى له التوفيق وأيضا بنتمنى للمصر المرسعيدي انه هو يواصل وخلاص فاضله خطوة وبرضو يتذامل مع فريق بيرامدز في الأدوار الإقصائية في البطول الأفريقية وان شاء الله تكون الكونفدرالية هذا العام مصري أنا بشكرا جدا كابتن ماهر حمزة رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي مستقبل وطن بالممتاز بيساعدنا بلقاك وان شاء الله يكون لنا لقات أخرى القادمة في المستقبل القريب ان شاء الله بشكرا حضرتك جدا ألف شك مشاهدينا في كل مكان استمتعنا بوجودنا معاكم النهاردة فعلى وعد دايا بلقات أخرى قادمة